أهلا وسلم بكم مشاهدين إلى آخر محطتنا في هذا الصباح في هذه المحطة نناقش الحلول الممكنة بعد قطع المساعدات الأمريكية عن الأنوروة وأهمية التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي لمساعدة الأنوروة على تخطي العقبات التي ستؤثر على اللاجئين وتوفير الخدمات كافة لهم نرحب بهذه المحطة ضيفنا على أساد أحمد حنون متخصص في شؤون اللاجئين سيحدثنا أكثر أو سنحاول معه الإجابة عن هذه التفاصيل أهلا وسهلا فيك أهلا بكم صباح الخير صباح الخيرات يعني قرار الإدارة الأمريكية بقطع مساعدات بعشرات الملايين ملايين الدولارات طبعا عن وكالة الأنوروة ستكون له نتائج قاسية حقيقة على الفلسطينيين وعلى اللاجئين في المخيمات الفلسطينية هل من الممكن أن تفلح الجهود الأمريكية في إنهاء الأنوروة؟ قد يكون هذا الجهد الأمريكي هو يؤدي إلى قطع المساعدات الأمريكية ولكن قطعا في ظل وجود التزام دولي عالي اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وأغلبية كبيرة في الجمعية العامة لأمم المتحدة فإن هذا الأمر قد لا يشكل الإنهيار الكامل والمفاجئ للأنوروة اليوم ولكن كما تعودنا من السياسة الأمريكية بأن التوجه الذي يتم الإعلان عنه سوف ينفذ يأتي رئيس أمريكي وينفذه كما موضوع السفارة ونقل السفارة إلى القدس وكذلك الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل جاء رئيس الحالي ترامب ليعطي وعده المشؤوم في هذا الموضوع يعني موضوع المساعدات الأمريكية في إطار لوكالة الغوث الدولية هي مسألة وقت وبالتالي ما يهمنا يمكن أكثر هو الجانب السياسي الجانب السياسي أن الأنوروة تعبر عن التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لماذا؟ لأن الأنوروة تم تأسيسها وفقا للقرار 194 يعني بعد عام على صدور القرار 194 تقريبا تم إنشاء الأنوروة والأنوروة تم تأسيسها بالقرار 302 لسنة 1949 من الجمعية العامة إسرائيل لا تستطيع والولايات المتحدة الأمريكية أن يغيروا هذا التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية هذا جانب ولكن الأمر هو مرتبط بحق عودة اللاجئين وإنهاء قضية اللاجئين كما يعني يحاولون والأكثر من ذلك هو التوطين توطين اللاجئين في تحويل هذا الأمر المفوضي العليا لشؤون اللاجئين طبعا يعني كان هناك الكثير من أيضا المحللين الذين أشاروا إلى النية الأمريكية بإنهاء حق العودة تصفية حق العودة كما أنهت موضوع القدس أو كما حاولت أن تنهي موضوع القدس أيضا وهو تحييد مسألة تحييد الأنوروة عن مسألة اللاجئين أو تحييد قضية اللاجئين بالنسبة للموضوعات الحل الدائمة صحيح طيب فيما يتعلق بي خلينا نحكي عن الميزانية نتحدث عن قطع مساعدات بملايين الدولارات لكن هناك ثلاث ميزانيات مختلفة للأنوروة كم تساهم فيها الولايات المتحدة هي لها نصيب الأسد تقريبا في هذه المساعدات يعني العام الماضي كانت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في موازنة الأنوروة 364 مليون دولار الموازنات موزعة على الموازنة أولا الاعتيادية وموازنة الطوارئ وموازنة المشاريع وبالتالي هناك ثلاث ميزانيات يعني يتم تمويلها من قبل المانحين لوكالة الغوث الدولية الأمم المتحدة تقدم 1% من موازنة الاعتيادية لوكالة الغوث الدولية وهي تقدر بـ 28 مليون دولار فقط وبالتالي هذا الأمر نحن نتحدث عن إذا ما تم أخذ بالحسبان موضوع العجز المالي السابق لوكالة الغوث الدولية نحن نتحدث عن ما يقارب 424 مليون دولار هذا مقدار العجز في موازنة الأنوروة وبالتالي هذا الأمر سوف يلحق ضرر كبير في أولا الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والمتلقين لهذه الخدمات في إطار موضوع التعليم أولا وشؤون الاجتماعي أو شبكة الأمان الاجتماعي والصحي يعني هناك 700 مدرسة تقوم وكالة الغوث الدولية في أقاليمها الخمسة برعايتها وتحت مسؤوليتها وهناك 525 ألف طالب يتلقون التعليم في مدرسة وكالة الغوث الدولية أما بالنسبة لموضوع الموازنة الطارئة يعني هنا يجب أن نشير بأن أكثر المناطق التي تستفيد من هذه الموازنة الطارئة أولا قطاع غزة فيما يتعلق بموضوع المعونات الغذائية المباشرة وهذا القرار عندما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية 45 مليون دولار مخصصة لهذا الشأن يعني نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص يستفيدوا من هذه الخدمات من هذه المساعدة ورتبوا أنفسهم على هذا ونفس الشيء يعني عندما نتحدث عن العدد تقريبا يعني نصفه في سوريا للاجئين الفلسطينيين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى أماكن يعني وهذا يهدد الأمن الغذائي ويهدد الاستلمة المجتمعية يعني الأمن الاجتماعي ويحدث حالة من الفوضى والإرباك في هذا الإطار والحقيقة هذه المسألة يعني عم تاخد منحة تراكمي يعني منذ سنوات وهناك حديث عن تقليص لخدمات الأنور وكما ذكرت حضرتك يعني كلها لها تداعيات الحقيقة والعكاسات على مصويات مختلفة سواء صحية وتعليمية خدماتية في مخيمات اللاجئين وشفنا كثير من الناس كمان الاحتجاجات يعني هذا الحراك أيضا فيما يتعلقوا لحراك الشعبي الحراك الاحتجاجي هل قد يفضي إلى حل أيضا هل قد يفضي إلى ضغط هل قد يفضي إلى ربما التكشف فيما يتعلق ببدائل لهذه الأزمات التي تتخلق نتيجة لهذه صحيح هذه الاحتجاجات تمثل صوت اللاجئين الفلسطينيين ويحاولوا إسمع صوتهم للعالم والولايات المتحدة الأمريكية ويعني هذه رسالة تمسك في دور وكالة الغوثة الدولية وبالالتزام الدولي في موضوع قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى لا يتحول الموضوع من التزام دولي إلى موضوع ثنائي أو ثلاثي وبالتالي يسهل على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين الموقف السياسي العام في العالم يعني هو مع بقاء الأنرة وكان هناك التزام من قبل وزراء الخارجية دول الاتحاد الأوروبي بالشهر الماضي بهذا الموضوع وكذلك بموضوع حل الدولتين هذه مسألة إضافة للتبرعات التي تأتي بهذا الموضوع ولكن دعينا نقول عن الحل يعني أنا أعتقد أنه المبلغ المطلوب ليس من الصعب أن يتم إعادة ترتيب هذا المبلغ وخصوصا أن هناك جهد كان دكتور نبيل شعث مستشار سيد الرئيس للشؤون السياسية كان متواجد في اليابان وطلب منهم مطلبين مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك المطلب الآخر هو زيادة الدعم المقدم لوكالة الروفة الدولية هذا جانب إضافة لذلك هناك توجه أوروبي أيضا لغاية الآن لم يعلن بسداد جزء من العجز ولكن أنا أعتقد من الممكن أن يتم صد هذا؟ من الممكن أو على الأقل جزء كبير منه يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعي تماما وتعرف أنه لا إمكانية لتجاوز موضوع وكالة الغوثة الدولية وخصوصا في دل تصريحات الأمين العام لأمم المتحدة وخصوصا وكذلك المفاوض العام لوكالة الغوثة الدولية وبالتالي بدأت تلجأ إلى أمور أخرى يعني أصبحت تتحدث عن موضوع سبق أن طرح موضوع توريث اللجوء للاجئين يعني هذه محاولة يائسة وبائسة لأن اللاجئ الفلسطيني هو يستمد تعريفه من القانون الدولي من حالة اللجوء الذي يعيشها يعني وجود عوائق تمنعه من عودة إلى وطنه وسلطة احتلال تحت البلده يعني يبقى لاجئا ما لم يعود إلى بلده يعني هذه مسألة مهمة جدا وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الجهد الموجود والحراك هو مطلوب ومهم في هذا الإطار ويجب أن يتم استثماره ويجب أن أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية الموجودة للاجئين الفلسطينيين التي يجب أن تزيد وليس أن تتراجع نعم قبل أن نختم أصاد أحمد هل تتوقع وقت معين لإنهاء هذه الأزمة أو لإيجاد حل ما بدنا نقول تسكيني مؤقت وإنما على الأقل بس يعالج المسائل العالقة فيما يتعلق بهذه المسألة موضوع الوكال أصبح يمثل حالة اشتباك بين المجتمع الدولي مجتمعاً والدول العالم والإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بكل بساطة هناك موقفين متضادين يعني العالم كله مع بقاء اللي هو كالتلغوث واستمرار في خدماتها وتقديم ما يمكن تقديمه وهذا كان سبب في تراجع جزئي من قبل الإدارة الأمريكية عن جزء من هذه الأموال وتجميد الباقي وبالتالي يعني اليوم نشهد لهو أصوات أعلى من المجتمع الدولي من الدول والسياسة الدولية تطالب باستمرار عمل الأنر وكونها يعني عامل استخرار في المنطقة وكذلك هناك خطورتين مهمتين في الموضوع أما أن يتشكل هناك حالة من الفوضى يعني نتيجة لغياب هذا الدور أو إما نذهب باتجاه يعني تذهب باتجاه التوطين وهذا الأمر يعني مقلق لدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وكذلك هو مقلق يعني لأوروبا لأن الحل عندما يكون هناك توجه الإفخار الفلسطينيين الحل هو الهجرة يعني وكأنه هذا هو السيناريو والأخطر بصراحة هو الهجرة إلى أوروبا ربا لا تريد أن تكون هي الهدف السهل في هذا الموضوع وتدفع يعني أخطاء ونتائج أخطاء السياسة الأمريكية في المنطقة صحيح يعني ونحن لا نتحدث فقط عن أزمة اللاجئين الفلسطينيين نتحدث عن تساع هذه الأزمة يعني والأخطر بصراحة يعني أنه انقلاب حالة الاستقرار التي يتم التغني بها والحديث عنها إلى حالة من المواجهة والنضال يعني الذي انطلق فلسطينيا عشية عام 1948 والتالي يعني تجديد تحويل الحالة المنطقة إلى حالة من الصراع تجديد الصراع بشكل كبير والأخطر من ذلك يعني أنه وهذه بيئة صالحة لتشجيع الإرهاب في المنطقة كلها وبالتالي الولايات المتحدة التي دفعت المليارات يعني خمسمائة مليار كانت لمحاربة الإرهاب اليوم يعني تمنع اللي هو مساهمتها الإنسانية والالتزام الدولي بموجب المثاق يعني اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين للأنرة والتالي هي تريد أن تحدث هذه الحالة وكأنه هذا جزء من سياسة اللي هو تقسيم المنطقة والأخطر من ذلك هو يعني هي شبيهة في موضوع الأزمة أو دعينا نقول الفوضى الجديدة في المنطقة العربية في المنطقة إذهل وقتنا شكرا جزيلا شكرا 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 لك أصدر أحمد حنون على كل ما تفضلت به شكرا مشاهدينا كل الشكر لكم على المتابعة مني وفريق العمال أتمنى لكم نهار جميل اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة